أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح سلامة الحدود البرية والبحرية الكويتية للبلاد مضحا أنها لم تشهد خلال الفترة الأخيرة حالات تسلل أو محاولات عدائية تصريحات اليوسف جاءت خلال جولة تفقدية لإدارة الحدود الشمالية في مركز الردقة من جانبه أكد أمر اللواء الرابع عشر في العراق أن القطاع الجنوبي العراقي مستقر إلى حد كبير وأن الجماعات الإرهابية تتمركز في بعض المدن البعيدة كليا عن الحدود مع الكويت مؤكدا عدم قدرتها على الوصول إلى الحدود الكويتية جولة تفقدية لإدارة الحدود الشمالية في مركز الردقة نظمتها وزارة الداخلية بحضور عدد من قياديها يتقدمهم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح الذي أكد سلامة الحدود البرية والبحرية الكويتية مبينا أنها لم تشهد خلال الفترة الأخيرة حالات تسلل أو محاولات عدائية ما لاحظنا ولا لمسنا ولا عندنا أي معلومات أنها في منها الكلام بالعكس هو الصحيح ما فيه أي شيء يعني هدوء تام يعني إلى أقصى درجة وحول وجود تهديدات من قبل الجماعات الإرهابية أكد اليوسف أن الكويت لم تلمس أي تهديد على حدودها مشيرا إلى عدم الحاجة إلى استخدام الأسلحة الثقيلة في هذا الجانب الحدود إن شاء الله أمينة برجالها وبتعاون مع الحلفاء الأمريكان والزملاء والأخوان في الجانب العراقي من جانبه أشار آمر اللواء الرابع عشر في العراق العقيد جبر وادي إلى وجود تبادل للمعلومات بين الجانبين بصورة يومية وأكد وادي أن القطاع الجنوبي العراقي مستقر إلى حد كبير وأن الجماعات الإرهابية تتمركز في بعض المدن البعيدة كليا عن الحدود مع الكويت مؤكدا عدم قدرتها على الوصول إلى الحدود الكويتية وخلال الجولة تفقد الجانبان الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية كما تخلى لها شرح حول الأجهزة والآليات العسكرية المستخدمة في تأمين الحدود